ظلت أربيل وعلى مدار سنوات تعرف بأنها نقطة الحل وبيضة القبان لإنهاء المشاكل العالقة بين الكتل السياسية السنية والشيعية حيث لم تتشكل حكومة إلا وكان لأربيل والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني دورا رئيسيا فيها بشهادة اتفاقية أربيل عام 2010 لكن الدور الكردي وتحديدا أربيل قد تراجع مع اعتساع حدة الخلافات بين البارتي وليكتي والتي وصلت حفة انهيار اتفاق الشراكة الاستراتيجي في توزيع السلطات وفيما حمل عضو الديمقراطي إدريس شعبان أحزابا عراقية محاولة إضعاف كردستان يؤكد أنه كيان دستوري تعسس بعد تضحيات جسيمة ولا يمكن التضحية بتلك المكتسبات مهما كلف الأمر ويحمل السياسي الكردي ربوار محمد أمين الأحزاب الحاكمة في الإقليم مسؤولية ضعف دوري أربيل وكردستان بشكل عام متحدثا عن جهات في بغداد استفادت من الخلاف الكردي لإثارة المشاكل الداخلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر